اشتركوا في القناة للمصلين المحافظة على هذه السنة النبوية لأداء الصلاة بكل سهولة ويسر وفق توجيهات جلالة الملك المعظم ودعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي هذه الجولات للتأكل من مدى جهزية مصليات عيد الفطر المبارك وتيسير جميع الأمور ليتمكن المصلون من الصلاة فيها بكل يسر وسهولة وفي أجواء إيمانية وخلال الجولات اطلع سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية على سير العمل وتهيئة المصليات بكل ما تحتاجه من سجاد وأجهزة صوتية والإلكترونية وسلامة التمديدات الكهربائية والتأكد من خطة الدخول والخروج لضمان عدم التزاحم نحن اليوم في جولة ميدانية لنتأكد من جهزية مصليات العيد التي تتبع إدارة الأوقاف السنية تسهيلا لأمور المصليين بإذن الله تبارك وتعالى وأكد في هذا الأمر أننا بفضل الله تبارك وتعالى لنا سنوات نجهز لمصليات العيد ولكن في هذا العام زاد عدد المصليات عندنا أكثر من 34 مصلى جزء منها مصلى رئيسي وجزء منها مصليات للجاليات المسلمة على هذه الأرض الطيبة طاقة الاستعابية تقريبا لهذه المصليات تفوق المئة ألف مصلي هذا بالإضافة إلى الجوامع والمساجد التي ستستقبل المصلين لصلاة عيد الفطر السعيد في عدد كبير أيضا يتجاوز 300 ألف مصلي ولا شك أن هذه الحشود التي ستتحرك في وقت واحد وتخرج في وقت واحد تحتاج إلى إدارة متمكنة وبفضل الله تبارك وتعالى نعم الجاهدين مع شركاء النجاح من الوزرات والجهات الرسمية ترجمة نانسي قنقر